فيه بقى نصيح مهمة أولاً ممنوع ناخد الأدوية من نفسنا من غير رجوع للطبيب يعني ما ينفعش حد يقول إيه أنا ابني عنده أنيميا عسانا عملت له تحليل صورة دم طيب إيه بقى الحديد أروح للصيدالية كده ممنوع لأنه الأدوية بتاعت الحديد بتختلف بتختلف كمان درجة امتصاصها ومكان امتصاصها يعني فيه حديد مثلاً معين بيمتص عبر الاثنى عشر مباشرة وفيه حديد بيمتص من الأمعاء وهكذا يا تمام؟ طيب يبقى أولاً ممنوع ناخد أدوية الحديد من نفسنا ثانياً ممنوع تقديم الشاي للأطفال وتحديداً البسكوت بالشاي الأكلة اللي هي يا رب الناس بقى تصدق وتفهم إن دي حاجة خطر خطر على الأطفال جداً إنه الشاي فيه مادة اسمها تانيك أسد تانيك أسد ده بيمنع امتصاص الحديد عند الكبار والصغيرين بالمناسبة يعني ممكن حديدك تكون بتأكل كويس جداً بس بتشرب شاي بعد الأكل فالشاي ده يمنع امتصاص الحديد لو سمحتوا اشربوا شاي وكده بس ما يبقاش تقيل قوي ويبقى مرة واحدة في اليوم أو ما تكتروش يعني والأطفال ممنوع بقى خالص ممنوع حكاية البسكوت دي لأنه غير كمان إن هي بيمنع امتصاص الحديد البسكوت خطر جداً لأنه بيتراكم في أماكن ظهور الأسنان ده غير محتواه السكري وإنه البسكوت أصلاً بيبقى فيه بيض وفيه حاجات غير ملائمة خالص لعمر الأطفال خاصةً لو تحت سن السنة ممنوع تالت نصيحة إيه ممنوع إعطاء الدواء باللبن أو بالحليب ليه؟ لأن الحليب بيمنع امتصاص الحديد أنا بقول لكم الحكاية دي لأن فيه أمهات يقول لك إيه الحديد طعم وحش آه طعم وحش على فكرة طعم وحش عشان كده ممكن يتحطى على عصير لكن ما يتحطش على حليب كمان فيه معلومة مهمة لو تحطى على حليب مش هيمتص كمان فيه معلومة مهمة أن فيتامين سي بيزود امتصاص الحديد طب ممكن نستفيد بقى إزاي؟ بعد جرعة الدواء اللي الطفل بياخدها ممكن ياخد مقدار قليل من عصير البرتقان مثلا ورابعاً ممكن تنظيف الأسنان بعد تناول الدواء لأن الحديد بيترك لون على الأسنان اللون ده غير دائم عشان ما تخافوش يعني وخامساً ما نقلقش من الإمساك أو تغير لون البراز إلى لون الداكن لأن الحديد بيغير لون البراز إلى لون أغمق شوي وطبعاً سادساً لازم الأدوية كلها مش الحديد بس يكونوا بعيدة عن متناول إيدين الأطفال وأخيراً عايز أقول لحضراتكم على أهم طرق الوقاية من أنيميا نقص الحديد وهي ممنوع تقديم اللبن الحليب للطفل قبل عمر سنة الغذاء المتوازن الغني بكل العناصر الضرورية للجسم وعلى رأسها الغنية بالحديد زي ما سمعته وتقديم الأطعمة المعززة بالحديد أحياناً كيف تلاقوا فيه منتجات يقول لك معزز بالحديد دي بتبقى حاجات كويسة وطبعاً فيه بعض الأنواع الألبان الصناعية بتكون معززة بالحديد دي برضو حاجات كويسة